قال الله تبارك وتعالى قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وباركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم هذه الآيات المباركة من سورة الصافات لما ناقش إبراهيم عليه السلام قومه في عبادتهم للأوثان وفي شركهم بالله تبارك وتعالى وقال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين ثم بعد ذلك راغ إلى آلهتهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون ثم بعد ذلك أرادوا به كيدا فجعلهم الله تعالى الأسفلين بعد ذلك خرج إبراهيم عليه السلام واعتزل قومه كما قال وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شخيا فلما آيس إبراهيم عليه السلام من قومه قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين قال العلماء سيهديني سواء السبيل في أمور ديني وأمور دنياي قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ربي هب لي من الصالحين طلب إبراهيم عليه السلام ودعى الله تبارك وتعالى أن يعوضه بدلا من قومه الذين رفضوا دعوته أن يعوضه بغلام حليم وهنا فائدة ألا وهي أن الإنسان إذا أراد أن يطلب الذرية فإنه يطلب الذرية من الله تبارك وتعالى لأن هذا دعب الصالحين والأنبياء والمرسلين كانوا إذا أرادوا ذرية ما يطلبوها إلا من الله تبارك وتعالى لأنهم يعلمون علم اليقين أن الذي يهب الذرية هو الله تبارك وتعالى والفائدة الثانية أن الإنسان إذا أراد ذرية وطلبها من الله تبارك وتعالى فإنه ينبغي له أن يطلب الذرية صالحة لا يطلب مجرد الذرية لأن إبراهيم عليه السلام قال هب لي من الصالحين فالإنسان يدعو الله تبارك وتعالى أن يهب له من الصالحين قال رب هب لي من الصالحين قال تعالى فبشرناه بغلام حليم وهو إسماعيل عليه الصلاة والسلام بشره الله تبارك وتعالى بإسماعيل غلاما حليما في جميع صفاته وأخلاقه وتعامله مع الناس كان حليما عليه السلام ثم بعد ذلك جاء الامتحان والاختبار الذي سماه الله تعالى البلاء المبين اختبر الله تعالى إبراهيم عليه السلام في ابنه إسماعيل قال العلامة السعدي عليه رحمة الله في تفسيره قال إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن واتخذ الله إبراهيم خليلا فأراد الله تبارك وتعالى أن يختبر إبراهيم في من يحب لأنه كان يحب إسماعيل حبا شديدا فأراد الله عز وجل أن يختبره هل محبة إسماعيل في قلبه أعظم أم محبة الله تبارك وتعالى لذلك قال فلما بلغ معه السعي قال العلامة السعدي والولد إذا بلغ السعي كان قلب أبيه أشد حبا له لأن الغلام والولد إذا بلغ السعي وصار يخرج ويدخل مع والده صار تعلق الوالد بالولد في هذه المرحلة أشد وأعظم لذلك جعل الله تعالى الإختبار لإبراهيم عليه السلام في هذه المرحلة لأنه كان أشد حبا لإسماعيل عليه السلام فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك ورؤي الأنبياء حق أمره الله تعالى أن يذبح ابنه إسماعيل وهو من أشد الناس له محبة قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى رأيك شنوه قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وهذا فيه طاعة لله تبارك وتعالى وفيه طاعة للوالد وفيه بر للوالد وفيه استسلام من إبراهيم عليه السلام لربه تبارك وتعالى لذلك قال الله عز وجل عنه وإبراهيم الذي وفى ما أمره الله تعالى بأمر إلا وفى به إبراهيم عليه الصلاة والسلام لذلك قال الله عز وجل فلما أسلما أي إسماعيل وإبراهيم أسلما واستسلما لأمر الله تبارك وتعالى وتله للجبين وضع إبراهيم عليه السلام ولده على جبهته قال العلماء حتى لا ينظر إليه وهو يثبح تله للجبين واستعد استعدادا كاملا لذبح ولده فلما علم الله تبارك وتعالى صدق إبراهيم ناداه أن صدقت الرؤيا وناديناه أن صدقت الرؤيا ناداه الله عز وجل صدق إبراهيم الرؤيا وفعل الأمر الذي أمره الله تعالى به وأراد أن يذبح ابنه وذكر بعض السلف أنه لما أمر السكين لم تقطع السكين عنق إسماعيل عليه السلام قال تعالى إن هذا لهو البلاء المبين لكن نجح فيه إبراهيم وإسماعيل عليهم عليهما الصلاة والسلام وفديناه بذبح عظيم فدى الله تعالى إسماعيل عليه السلام من الذبح بذبح عظيم قال ابن عباس أنظر الله تعالى كبشاً من الجنة كان يرعى في الجنة أربعين خريفاً أنظر الله تعالى هذا الكبش العظيم فداءاً لمن؟ فداءاً لإسماعيل عليه السلام فداءاً لإسماعيل عليه السلام وللأسف الشديد زعم اليوم من زعم من أهل الشرك وأهل البدع أن لهم دخلاً في هذا الأمر عياذاً بالله جاء في كتاب الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية وهذا الكتاب يباع الآن في الأسواق في الصفحة تقريباً مية كم تلاتين قال مؤلف هذا الكتاب في قصيدة طويلة قال أنا كنت مع راعي الذبيح في داؤه وما نزل الكبشان إلا بفتوته عياذاً بالله زعم هذا الضال أنه الذي أنزل الكبش وذكر أنه أنزل كبشان إحنا ما عارفين التاني ما شبوين ربنا قال ذبح واحد كبش عظيم واحد لكن هذا قال وما نزل الكبشان إلا بفتوته يعني أنه أصدر فتوى في نزول الكبش فنزل الكبش فداءً لإسماعيل طاعةً لفتوى القادر عياذاً بالله أي كفر أعظم من ذلك وأي ضلال أعظم من هذا وكتاب يباع في الأسواق ويعتبر مرجع من مراجع هذه الطرغ الضلة عياذاً بالله وما نزل الكبشان إلا بفتوته قال تعالى وفديناه بذبح عظيم وهذا هو السنة التي ما زالت إلى يومنا هذا ونحن في الأيام المقبلة نستقبل عيد الأطحى هذا العيد العظيم الذي سنه لنا إبراهيم عليه السلام بهذا الكبش العظيم الذي أنزله الله تعالى فداءً لإسماعيل أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد بحول الله تعالى وقوته في هذه العجالة نناقش بعض الأحكام الخاصة بالأطحية وقبل ذلك نذكر أنفسنا والمسلمون بيوم عرفة هذا اليوم العظيم الذي ثبت فيه الحديث حديث أبي قتادة في البخاري قال رضي الله تعالى عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال أحتسب على الله تعالى أن يكفر بهذا الصيام أو بهذا اليوم سنة ماضية وسنة مقبلة فأحرصوا عباد الله من كانت له الاستطاع والقدرة على الصيام فليحرص على صيام يوم عرفة فإن فيه كفارة للذنوب ولكن انتبهوا صيام يوم عرفة يكفر الله تعالى به الذنوب الصغائر الذنوب الصغائر أما كبائر الذنوب فلا تكفر لا بصيام يوم عرفة ولا بصيام رمضان ولا بالجمعة إلى الجمعة ولا بالصروات الخمس إنما يجب فيها التوبة والكفارة أو يجب فيها التوبة قال الله تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم كبائر الذنوب تحتاج إلى توبة خالصة صادقة لله تبارك وتعالى وإذا أصر العبد على كبائر الذنوب من الإشراك بالله تعالى أو شرب الخمر أو عقوق الوالدين أو الزنا أو غيرها من كبائر الذنوب فإن سيئاته أو سيئاته لا تكفر لا بصيام عرفة ولا بالجمعة إلى الجمعة ولا غيرها من التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هذه تكفر صغائر الذنوب فانتبئوا لهذا الأمر بارك الله فيكم الأضحية قال العلماء هي سنة مؤكدة والصحيح أنها ليست بواجبة إنما هي سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وهي سنة مؤكدة من فتح الله تعالى عليه فليضحي فليضحي بل يختار أجود أنواع الأضحية لأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في قول الله تبارك وتعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قال تعظيم شعائر الله تسمين الأضحية واستحسان الأضحية ونقل البخاري عليه رحمة الله عن أبي أمامة ابن سهل رضي الله تعالى عنه قال كنا نسمن الأضاحي بالمدينة وكان المسلمون يسمنونها فإذا فتح الله تعالى عليك فاختار أجود أنواع الأضحية لأن ذلك من تقوى القلوب ولأن هذا من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى يختار الإنسان أجود أنواع الأضاحي ويضحي ويوسع على نفسه وعلى أهله وكما هو معلوم أن الأضحية تكون بعد الصلاة ومن ذبح قبل الصلاة فلا تعتبر أضحية لأنه ثبت في البخاري ومسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة عيد الأضحية قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول شيء نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم له ولأهله وليس من النسك في شيء فيجب على الناس أن يثبحوا بعض الصلاة أن يثبحوا بعض الصلاة ويستمر الذبح من أول يوم إلى أيام التشريق يعني حتى رابع يوم لأن أيام التشريق تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم هذه الأيام الأربعة كلها يجوز للإنسان أن يثبح فيها في هذه الأيام الأربعة وقال العلماء الإنسان إذا ذبحه يأكل هو ويأكل أهله ويتصدق بجزء من هذا اللحم لأن الله تعالى قال في سورة الحج فأطعم البائس الفقير قال عكر ما عليه رحمة الله البائس الفقير الذي يظهر على وجهه البؤس من الفقر ولربما لا يسأل الناس ربما لا يسأل لكن يظهر عليه الفقر فهذا قال الله تعالى فأطعم البائس الفقير وقال الله تعالى فأطعم القانع والمعتر قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما القانع هو الذي يسأل والمعتر هو الذي يأتي ليأكل ولا يسأل في ناس بيسألوا يجيق عديل يوم العيد يسأل دأ الديو وربنا تبارك وتعالى قال لن تنالوا البر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ما تجعل لنفسك اللحم الطيب وتد الفقراء والمساكين إنت ما بتأكله ولا بتأكله لأولادك لا ليس هذا من البر الدين من الشل بتحبوا إنت لأن ربنا قال لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون ومن أراد أن يدخر فلا إشكال ولا حرج لأنه ثبت في صحي مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فمن أراد أن يدخر فليدخر ما في إشكال إن الإنسان يدخر ويتصدق ويأكل ما في إشكال في ذلك إن شاء الله تعالى ثم بعد ذلك مسألة مهمة يغفل عنها كثير من المسلمين ألا وهي التي تجزئ من الأضاحي ما هي التي تجزئ في الأضحية قال جمهور العلماء عليهم رحمة الله يجزئ في الأضحية الثني من الإبل والثني من البقر والثني من الغنم والجذع من الضان وثني الإبل ما بلغ خمس سنين ودخل في السادسة وثني البقر الذي بلغ سنتين ودخل في الثالثة وثني الغنم الذي بلغ سنتين وأما الجذع من الضان فهو الذي بلغ السنة وبعضهم قال ثمانية أشهر وبعضهم قال عشرة أشهر وبعضهم قال ستة أشهر كل ذا يجزئ في الأضحية والذي يمنع في الأضحية ما جاء في السنن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أربعة أربعة لا تجزئ في الأضحية قال المريضة البين مرضها والعوراء البين عورها والكثيرة التي لا تنقي والعرجاء البين ظلعها عوراء بين عورة دي بهيما لا تجزئ في الأضحية عورة بين عرجاء بين العرج هذه لا تجزئ في الأضحية مريضة ما تستطيع أنها تقوم من الأرض مريضة بين مرضة بين هذه لا تجزئ في الأضحية كثيرة فيها كسر في إحدى أعضائها هذه كذلك لا تجزئ في الأضحية ثم مسألة أخيرة أو قبل الأخيرة قال العلماء عليهم رحمة الله يستحب للإنسان أن يذبح ذبيحته بنفسه إن استطاع ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بنفسه كما جاء في حديث أنس عند البخاري قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم فصل العيد ثم جاء له بكبش أقرن أملح وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى كبشين أقرنين أملحين أقرن يعني عنده قرون أملح أبيض مخلوط بالسواد لونه كده يعني قالوا يمشي في سواد ويأكل في سواد وينظر في سواد وهذا أجود أنواع البهاين في الأضحية عنده سواد في هذه المواضع التي ذكرناها يمشي في سواد في الأقدام وفي الأيدي في أسواد ويأكل في سواد في سواد في موضع الفم وينظر في سواد في سواد في موضع العيون وفي رواية أكحل كبش أكحل ده أجود الأنواع ده لو لقيته تكون أصبت السنة وأفضل أنواع الأضحية جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالكبش الأول ووضعه على الأرض وذبعه بالمدية يعني بالسكين وقال اللهم هذه عن أمتي أو عن من لم يضحي من أمتي لكن وضع شرطا وهذا الحديث في مسند الإمام أحمد عليه رحمة الله وضع شرطا قال عن من وحد الله وشهد لي بالبلاغ شوف زول ما عنده توحيد ما يجزي عنه أطهية النبي صلى الله عليه وسلم زول عنده عقيدة في غير الله تبارك وتعالى عنده عقيدة إنه زول بشر يعلم الغيب ولا الشيخ فلان بالدجنة ولا الشيخ فلان ممكن ينفعه يضر ولا رابط له حجاب رابط له حجاب ويعتقد إنه هذا الحجاب ينفع ويضر ما يقول لك نحن أبو فاطنى ضحى عننا لا ما ضحى عنك إنت لأنه النبي عليه الصلاة والسلام قال عن من وحد الله من أمتي وشهد لي بالبلاغ ليضحي للموحدين أيسا للمشركين ثم جاء بالكبش الآخر فذبحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذه عن محمد وآل محمد عليه الصلاة والسلام إذن العلماء قالوا إذا استطاع الإنسان أن يذبح بنفسه هذا أفضل وإذا ما استطاع ما فيه إشكال يذبح لك زولتاني لكن يجب أن يسمي الله تبارك وتعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالكبش قال بسم الله الله أكبر وربنا تبارك وتعالى قال وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ يُسَمِّي الله تبارك وتعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث شداد ابن أوس في صحيح مسلم قال إن الله تعالى قد كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلى وإذا ذبحتم فأحسنوا الزبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ما تعزب البهيمة وما تحد السكين قدامه سبحان الله الشريعة راعي حتى حقوق البهايم لأنها بتدأسر ما تحد السكين قدام البهيمة حده بعيد ولابد سكينك يكون تمام حتى لا تعذب البهيمة هذه وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ليحد شفرته وليرح ذبيحته فالإنسان ممكن يصبح له غيره وممكن يستاجر وما في إشكال في ذلك لكن انتبهوا لا تعطي الأجيرة لحما من الأطحية مقابل الذبح يعني ما تقول له واطبح لي وأنا بديك كلتين لحم قصاد الضبيحة لا ده ما بيجوز ما بيجوز لكن إذا أعطيته أجر الضبيحة وبعد ذلك أردت أن تعطيه شيئا من اللحم لوجه الله تعالى ليس مقابل الذبح فده ما فيه إشكال إن شاء الله لكن ما تجعله مقابل للذبح وأما مسألة بيع جلود الأضاحي فقد رخص فيه بعض العلماء كما قال ابن كثير عليه رحمة الله ما فيه إشكال في بيع الأضاحي جلود الأضاحي ما فيه إشكال في ذلك رخص فيه بعض أهل العلم نسأل الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه أن يبلغنا ذلك اليوم العظيم فإنه من أعظم أيام الله تبارك وتعالى ونسأله تبارك وتعالى أن يتقبل منا صالح عمالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتجاوز عن خطايانا وتوفنا مع الأبرار وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد